تستمر المعارك المتقطع بين الجيش وقوات الدعم السريع دون اتفاق ثنائي بين الطرفين على هدنة جديدة خلال أيام عيد الأطحى وقصف الجيش بالطائرات الحربية مواقع الدعم السريع بمنطقة شرق النيل شرقية الخرطوم وجنوب أمدرمان وقال ضبط في الجيش إنه في حال استمرت سيطرة قوات الدعم السريع على الاحتياط المركزي سيكون لها تأثير كبير على المعركة في الخرطوم هذا وقمت قوات الدعم السريع بقصف نقطة تفتيش للجيش في حي الكلاكلة ما تسبب في إصابة حفلة نقل مدنيين بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في تسجيل صوتي هدنة لمدة يومين من طرف واحد اعتبارا من اليوم إلى ذلك قتل ما لا يقل عن 14 شخصا في معارك في محيط مقر قيادة الشرطة في الخرطوم وكان عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع مصطفى إبراهيم قد أكد في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي أنه تم رفع المفاوضات بين الوفدين إلى ما بعد عيد الأطحى بسبب مواصفه بعدم جدية الجيش وعدم التزامه في الهدن السابقة هذا وقر الجيش سيطرة قوات الدعم السريع على أحد المقرات التابعة للشرطة بعد هجوم استمر ثلاثة أيام متواصلة وقال الجيش في بيان أن سيطرة الدعم السريع على مقر الشرطة يعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي وأعرف الحرب وأن ما جرى لا يعد انتصارا عسكريا للدعم السريع اشتركوا في القناة